اشتركوا في القناة وهي تقوله برضو انت ليك عند مفاجأة يقول لها قولي انت الاول تقول لا قول انت الاول يقول لها انا حولت فلوس على حسابك علشان تخرجي ابوك من السجن فاول يوم وصلنا في لبنان لما شفت في عينيك بصة ما شفتهاش في حياتي اول بصة في التاريخ باربعين مليون جنيه قالت له انا حامل قال له هنزلي لبطنك ولا انت عايزة تشفطيني اكتر من كده مش مكفيينك اربعين مليون جنيه قالت له انت ازاي تقول كده انا كنت فاكرك هتفرح قال لها افرح وابوك ميت قالت والله كنت هقولك قال لها لو ما نزلتهش بالزوء انا هنزله بطريقتي يخلص المشهد ويجي شوقي ووداد بتقول له وحشنا او يا شوقي عايزك توافق على حاجة عايزك تكون ابو ابني نفسي اخلف ابني منك يقول لها انت بتقولي ايه انا مش عايز اسمع منك الكلام ده انا بس اتجوزتك علشان اكثر من اخير بيت العمدة انا مش عايزك وامسكها من شعرها وطردها برا الشقة يلا غوري يلا غوري وهي تخبط افتح يا شوقي افتح يا شوقي انا مش هكلمك في الموضوع ده تاني وهو سيبها خالص وطنشها ولا هو هنا نيجي بقى الجعفر وهو قاعد مع امه وبتقول له ما لك يا جعفر اروى قال لها من امتى وانا كان بالي لا يا ايامة وحكالها حكاية بلالة بوشامة لما ضربوا وخبطته عربية ويفتكروا مات وهو قال لي ان ابنك عايش بس ما عرفش مكانه فين واخدت سيف وروحت اسكندرية وقال لامه انا عندي احساس ان سيف ده بابني قالت له يا ابني يمكن يكون سيف هو كمان مزقوق عليك قال لها لا يامة قالت له ما تخليش شوقك لابنك يخليك تفكر غلط وما تخليش حبك للسيف يخليك تفكر ان هو ابنك يجي بقى مشهد عايدة وهي عايزة تهرب شافتها دلال وقالت لها على فين مبروك النونو اتخضت عايدة وخافت لان دلال شافتها وهي مجاهزة شنطتها وبتهرب فراحت وداد لابوها قال لها امشي طلعي برا انت قلت الاصل كنت متستتة ببيت جوزك سيد انا مش عايزك تقعد هنا خالص جعفر لو عرف هيخرب الدنيا قالت له يعني انت خايف على زعل جعفر ومش خايف عليها يا ابا قال لها لا انت تباتي هنا للصبح وبعد كده تمشي لا تاكل من اكلي ولا تشرب من شربي انت اللي جبته لنفسك مشت عايدة بالشنطة بتاعتها ونزلت وراحت وراها دلال بالعربية علشان تعرف مكانها دخلت عايدة الشقة ومعاها صاحبتها صاحبتها بتنصحها توافق انها تاخد الفلوس وتنزل البيبي عايدة عايدة ترجع الفلوس وتحافظ على البطنها لانها حبت جعفر بجد صاحبتها مش مصدقة لانها عارفة انها متجوزها جعفر علشان الفلوس ييجي بقى مشهد جعفر وهو نازل لاخوه سيد بيخبط عليه فتح له سيد قال له اوعى تكون فاكر ان انا ناسي حقك مش جعفر اللي يسامح فحقه اخوه مش جعفر اللي اخو يتهن ويسكت بس كل شيء بقى وانه شوق عارف ابن فين بلال شام قال لي ان واحد من اهل بيتك هو اللي عملها سيد قال له تاني يا جعفر احلف لك بايه قال له ما تفهم نيش غلط انا مش جاية اتهمك انا جاية اقول لك ان حقك مش هسيبه بس كل شيء بقى وانه ألاقي ابن الاول لان شوق الوحيد اللي يعرف مكانه وحقك مش هسيبه قال له مش يمكن وداد هي اللي عملتها جعفر بصله وقال له ربك يسويها شوق واقف مع ابوه وابوه بيقول له حرام عليك وداد بعت الدنيا كلها عشانك شوق قال له اكتر حاجتين انا بكرهم يا حاج الزن عليها والنصايح والاتنين دول متوفرين فيك بالصالع النبي جاله تلفون واحد بيقول يا شوق لقيت اللي انت بتدور عليه قال له مين قال له بلال شام قال لقيته فين الف مستشفى اللي هبعتلك عنوانها على الوطس قفل وقال لابوه بعد اذنك ابقى نكمل لت وعجن بعدين راح جري علشان يركب عربيته لقى جعفر في وشه وقال له معلش يا جعفر استنى سيبني اروح مشوار وبعدين اتكلم براحتنا راح شوق المستشفى لبلال بلال قال له انت عرفت مكان منين قال له انت تفرق معاك في ايه قال له معاك حق بعد اللي حصلي ما بقاش فرق معايا حاجة قال له انت برجليك ما كنتش تسوي حاجة فين الواد قال له مش هتكلم غير للي يدفع اكتر فقال له عايز كام قال له مليون جنيه شوق قال له ماشي ولا يهمك المبلغ هيكون عندك بكرة بس الاول تعالى وراح ما طلع التليفون وراح واخد معاه صورة سيلفي راح جعفر وكلهم قاعدين الحجة وسيد وستاته التلاتة فأم بتقول لي مين من اهل بيتك اللي عملها سوريا قالت انا عارفة مين اللي عملها ما فيش غير سيد سيد يا جعفر طول عمر بيغير منك وسيد يا عيط قال لها جعفر لو جبت سيرت سيد اخويا لقرمع عليك اليمين دلوقتي أردت وقالت دلال اعذروها يا جماعة غزبا عنها سيد قال والله منا يا سوريا انا نفسي اسم العمدة يتمد يتمد بجعفر جعفر بكى من كلام اخوه وقال خلاص افلوا على الموضوع ده ام الفين عيدة أردت مراته وقالت افل على نفسها جعفر قال اللي عايزة منكم تحمل تحمل انا مش هظلم حد دلال قالت انا مش عايزة خلفة تاني ولا عايزة عيال جعفر قال لها ما تخفيش احبلي سوريا قالت اللي عايزة تحمل تحمل مبروك عليها بس انا عايزة ابني عايزة ابني يا جعفر قال لها وانا عايزة اكتر منك وسيد يبكي ويبص الجعفر ودلال حضنته وفضلت تبكي يا رب انا تعبت يا رب انا تعبت ارحمني يا رب وكلهم عمليني عياته مع جعفر امه واخوه وستاته واعتذر ليهم كلهم وقال محدش فيكم يزعل مني ما تزعلش يا سيد ما تزعلش يا سوريا ما تزعلش يا امه ما تزعلش مني كلكم دلال شكلها حاسة بالزم اتصل جعفر بصاحبة عيدة وقال لها عيدة فين قالت لي ما عرفش قال لها على العموم قول لها الواحدة ما سيبش بيت جزها وانا هاعرف رجعها ازاي ولو ما رجعتش البيت قبل ما انا اجيبها حسابها هيبقى تقيل قوي اتصل بالواد اللي معاها عيدة عندكم قال لا والله العظيم لو اعرف ما كان ها اقول لك صاحبة عيدة اتصلت بيها وقالت جعفر قالب عليك الدنيا قالت طب كان زعلان قالت وهو بيكلمني انا كنت خايفة منه اصلا وهو قال ما ينفعش الواحدة تسيب بيت جزها بس انا ما قلتش على مكانك عملت نفسها بلى عيدة زعلانة وعمالة فكر في جعفر وخايفة روح ليس قطها دلال بصم للشباك واخوها شوق جالها وقال لها مساء الزفتة على دماغك قالت له وانت تجننت غور من هنا قال لها هغور بس مش قبل ما وريك حاجة وراح ما طلع لها الموبايل وورها صورته مع بلال شامة في المستشفى وهي بقى تخضط لانها تفتكر مات وقال لها ان هو لسه عايش فخافت جدا وقلقت وقال لها كن نفسرتك وقال لكل حاجة وسبها ومشي وهي بقى مرعوبة جعفر راح بالعربية عندي سيف في الشغل وعمال يبص على سيف ويفكر في كلام امه لما كانت بتقوله انت شاكك ان السيف ابنك ولا انت بتتمنى فبيقعد يبص السيف وهو سرحان الوارد اتصل بيه وقال له انا عرفت مكان عادي يمعلم وعرف هي قاعدة فين وهبعت لك عنوانها في رسالة على الوطس فقال له شكرا جدع سيد راح لخلو فاتوح وقال له خير يا خان عايزني في ايه قال له تعالى بس خد نفسك وارتاح وقعد اشرب حاجة قال له هي من امتى الحدية بترمك تكيت انت عمرك قلت الحد تعالى اشرب حاجة يا خال قال له بصراحة يا سيد مشانا اللي عايزك وداد وقفة قدامه مكسورة وقالت حقك علي يا سيد انا محققالك وهعيش خدامة تحت رجليك وحاسة انك هتسامحني راح ضربها بالقلم على وشها وقال لها انا عملت معاك ايه علشان تعملي معايا كده عيشتيني معاك في الحرام وهربت مع رجل تاني حاولت تقتل عيدة قتل وسرء وقرف انت ايه شطانة قالت له عندك حق في كل كلمة قلتها لكن والله العظيم انا ما حاولت اقتل عيدة وانا غصبا عني شوق استخدمني نمرة علشان يعلم عليكم كلكم سامحني والنبي يا سيد الله يخليك قال لها ندمانة علشان هو طلع خاسيس معاك فانت رجعتي قالت لا انا رجعت عشان حسيت بامتك والله العظيم قال لها وبعد ايه يا اوداد بعد ما تهانت كرمتي قدام الناس كلها وبعدين انت ما سيبتيش باب واحد وارد ما بيننا انا كنت سايب لك كل البابان مفتحة كنت بشوف عين امي وجعفر وصباح حتى نعيم اخوكي انهم بيقولولي ازاي قابل على نفسك كده يا سيد الحب اللي حبته لك يكفي ستات العالم كله قالت له اسفة انا هبقى من ايدك دي لإيدك دي قال لها لا انت سرطان انت سرطان يا اوداد لازم يتشال ويترمي زي ما انت مرمية دلوقتي ورح تافف على وشها وبصل ابوها وقال له العيب على ربها وسبها ومشي رح ابوها التاني زقها كأنه مش عايزها بعد كده جماعة ستات طلعوا شقة عيدة عيدة فتحت لهم دخلوا عليها ضربوها وسقطوها جي جعفر بالعربية تحت باب العمارة وقفلت الحلقة لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة جورج ابراهيم